شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مرسم توقيع اتفاقية مساهمين بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وشركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم وشركة الأهل سهرة للخدمات التعليمية بهدف تأسيس شركة جديدة لتطوير أربعة نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر ووفقا للاتفاقية سيتم تأسيس الجامعات الجديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة في كل من كندا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركاء سيتم الإعلان عنهم فور الانتهاء من توقيع بنود اتفاقيات التعاون ذات الصلاة